قبل تقديمها رسميا في عام 2025 اختبرت اليابان سيارة أجرى طائرة ولتزال معايير السلامة لهذا النوع من السيارات قيد المناقشة تم اختبار سيارة أجرى طائرة بالقرب من موقع المعرض العالمي إكسبو 2025 في أوساكا تماشيا مع خطة تقديم خدمات سيارات الأجرى الجوية في هذا الحدث المرتقب واستخدم المشروع المدعوم من وزارة الصناعة والخطوط الجوية اليابانية مركبة ألمانية الصنع لتجربة البشرية في وقت سابق من هذا الأسبوع ويقول مسؤول الوزارة إنهم يخططون لاستخدام مركبة مختلفة للتقديم الفعلي في المعرض لكنهم سيستخدمون بيانات الإقلاع والهبوط فقط من هذه التجربة